خلونا نروح لقلعة البيضاء في مصدر لنا في داخل أسوار القرعة البيضاء أكد أن أصابة الوينش غير مطمئنة منذ إجراء التشخيص المبدئي وشدد أن إدارة الكرة بالنادي الزمالك عفواً بتنتظر إجراء اللاعب للأشعة النهائية بمجرد زوال التورم اللي كان فيه الرجبة عشان يبقى التشخيص بشكل نهائي من قبل طبعاً دكتور الفريق فريق الزمالك دكتور محمد أسامة التشخيص النهائي بشأن الإصابة اللي اتعرض لها كابتن محمود الوينش مدافع الفريق لم يصدر حتى الآن من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أي حاجة بشأنها هو يرفض الجهاز الطبي أنه هو يتعجل في مسألة إصدار القرار الدقيق أو التقرير الدقيق بشأن الإصابة بنسبة 100 في 100 فور إجراء الأشعة النهائية اللي هي بمجرد ما يتم إجراء هذه الأشعة سيعلن النادي عن حجم الإصابة اللي تعرض لها الوينش إدارة رقم طبعاً واحد ألف سلامة على كابتن الوينش مدافع مهم ومجتهد ويعني فارق في خط دفاع نادي الزمالك ده رقم واحد رقم اثنين شابو لإدارة الملف هذا ملف من قبل المسؤولين في نادي الزمالك لسا مستمرين في أخبار نادي الزمالك بيكشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل التفاق مسؤولية القلعة البيضاء مع الجنع عشان يضمه كابتن أحمد حسام مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية علشان تدعيم صفوف الفريق الأبيض نحن كنا نتكلمنا مبارح أن نحن نتكلم على عشر صفقات نادي الزمالك استقدمهم من الاندية سواء الاندية محلية أو صفقات انتقال خارجية المصدر بتاعنا أكد أن الاتفاق بينص على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لنادي الزمالك مقابل حصول فريق الجونة على 3 ملايين جنيه طبعا معوجود بند بأحقية نادي الزمالك في شراء اللاعب مقابل 7 مليون جنيه وده في نهاية فترة الاعارة كمان الاتفاق بينص على حصول نادي الجونة على 2 مليون جنيه كحوافز إضافية حال تتويج اللاعب مع نادي الزمالك ببطولتي الدوري وكأس مصر في نفس الوقت بتمسك الجونة بالحصول على مليون جنيه من الزمالك عبارة عن مستحقات متأخرة للنادي من انتقال نور السيد للزمالك الانتقال الليلة وتفتكروا فيه 2012